النهاردة عندنا خبرين متعلقين بالعار اللي وصل ليه الغرب في مسألة التضييق على الاراء والتضييق على الحريات وان هو ما يسمحش باي حاجة او اي حد ممكن يغرد خارج السرب مع انه عنده مواثيق وعنده قوانين وعنده دستور وعنده وعنده لكن لما يصطدم هذا الامر مع اسرائيل ومع مصالحه يبقى الموضوع خلاص بقى احنا في النهاية عندنا قرارات وعندنا حاجات مؤينة عايزين نعملها عجبكم عجبكم مش عجبكم اشربهم البحر او سيبوا البلد او ما تجوش البلد وده اللي حصل بالضبط مع زميلنا الاعلامي معتز مطر لما منعته بريطانيا من دخول اراضيها والغت التأشيرة بتاعته فجئنا النهاردة وصلنا على الخبر ده بيلغاء وزارة الداخلية البريطانية تأشيرة الاعلامي المعارض معتز مطر بسبب موقفه الرافض للعدوان الاسرائيلي على غزة ووضعته كمان على خائمة المراقبة طبعا ده بحسب صحيفة الجارديان البريطانية مطر طبعا هو اول مواطن اجنبي تم إلغاء تأشيرته منذ الاعلان عن خطط لقمع المواطنين الاجانب بسبب سلوكهم او تعليقاتهم المعادية للسامية المزعومة منذ العدوان الاسرائيلي على غزة وقال وزير الهجرة في بريطانيا لا يمكن ان يكون هناك اي تسامح على الاطلاق مع زوار المملكة المتحدة الذين يسيئون استخدام امتياز التأشيرة ويؤيدون الاعمال الارهابية الشريرة طبعا على حد وصفه وهدد كمان الوزير ان لا شك في اننا سنستمر في الغاء التأشيرات حيثما كان ذلك مطلوبا ولن نتسامح مع التطرف في شوارعنا ودي الخبر معانا على الشاشة داخلية بريطانيا تلغي تأشيرة الاعلام المصري المعارض معتز مطر بسبب غزة مش قادرين يسمعوا كلمة حق مش مستحملين حد يقول كلمة سيئة على اسرائيل مع انهم عارفين الحقيقة بس مش مستحملين ويظهر ذلك في كلامهم ويظهر ذلك لما قلت لحضراتكم رئيس الوزراء عايزين لغي رئيس الوزراء البريطاني عايزين لغي مظاهرة في بريطانيا وعلى فكرة ممكن يتمكن من إلغاءها بسبب سلطته السياسية بس في حرية شوية فرئيس الشرطة قال له مش هينفعنا لغيه يمكن رئيس الشرطة خاف كمان قالك عشان عدد كبير هيطلع فاهملونها مشاهك الخليومي عام يطلعوا يتزاروا الخليومي تسلم لرئي حسن مبارك قبل كده لما قاله في مقطع شي مش قادرين يسمعوا كلمة كلمة معرضة فقالك معتز مطر معتز مطر لا 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 ما تجيبوش عندنا عام يخليه موجود هناك لما معتز يطلع يتكلم من أي مكان واللي غير معتز يطلع يتكلم من أي مكان هو أنت بتحاول تخفي الحقيقة بدل ما تتليه على دمك وتقول اللي بيحصل ده غلط وإحنا مكتوفي الأيدي ومش عارفين نعمل حاجة رايح تمنع معتز ان هو يدخل طبعا معتز يتكلم من أي مكان عادي يعني وده أخط عليكم الأرض بما رحبت عادي يعني عندنا حاجة تانية متعلقة برضو بالتضليل وبالمنع المرة دي النشطة الفلسطينية مريم أبو دقة تغادر إلى مصر امتثالا لقرار طردها من فرنسا الخبر معنا على الشاشة ماتنا الخبر بيقول توجهت النشطة الفلسطينية مريم أبو دقة مساء الجمعة إلى مصر بعد مصادقة مجلس الدولة الفرنسية على قرار ترحيلها حسب ما قالت مصادر للشرطة وطبعا المحكمة هناك إدارية قرارت إن هي ترحلها على مصر بسبب برضو مواقفها هي ده الكلام اللي احنا بتكلم عنه وهي ده المواقف الحقيقية التي تتخذ من بعض الشرفاء في الغرب لكن الغرب مش عايز يحصل مواقف مش عايز حد يتكلم والله هتقول لإحنا عايزينه ماشي مش هتقول لإحنا عايزينه يمشي يمشي من بلد وبالتالي ما تعودوش بعد تشدقوا بالحرية وتقولونا إن احنا بلد الديموقراطيات وبلد الحريات تزامة ده طبعا مع المظاهرات اللي احنا بنشوفها على الشاشات شايفين مظاهرة في إيطاليا وشايفين مظاهرة في برلين وللأسف شايفين القمة العربية الإسلامية في الرياض أنا فقراتي مع حضراتكم انتهت النهاردة في برنامج كل يوم لكن بعد شوية زملنا محمد إسماعيل هيكون مع فقرة التريند مع أحدث الموضوعات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي بكرة حلقة جديدة من برنامج كل يوم إلى النهاية